السلام عليكم. زي ما احنا عارفين ان التمثيل مدارس يعني في المدرسة الطبعية المدرسة الواقعية المدرسة الكلاسيكية المدرسة الملحمية المدرسة الرمزية ومدارس كتير تانية. ولكن دول من اشهر مدارس وغير كده موضوع النهاردة هنتكلم عن مدرستين معينين. في ناس كتير بتفكر ان هم هم نفس المدرسة عشان اسمهم قريبين ببعض وبيتلغبطوا ما بينهم في المستلحات. وهم المدرسة الواقعية والمدرسة الطبعية. في ناس بتفكر ان ما هي هي الواقعية هي هي الطبعية يعني الطبعية والواقعية واحد هو بس ايه مجرد اختلاف في الاسماء. ولكن اه دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ونبدأ من المدرسة الطبعية. مدرسة الطبعية هو انك بتعمل كل حاجة في المسرحية بجد. يعني انت مثلا لو في قتل هتتقتل بجد. يعني انت خيل معايا كده انت تكون لسه بدأ حياتك في التمثيل واول مسرحية ليك تروح تتقتل ما ترجع عشان ترجع ميت انت بتخيل معي فده بجد بيحصل ده اه مسلا لو في دبح خروف بيتباحوا خروف بجد ولو في مسلا سوق فالسوق بيبقى فيه خضار لازم كل يوم يجيبوا خضار بجد عشان يبقى فريش انت بتخيل معي ولو المسرحية مسلا خمستاشر يوم تلاتين يوم كل يوم لازم يقتله واحد كل يوم لازم يجيبوا خروف ويتباحوه كل يوم لازم يجيبوا خضار وهكذا بس فيه اقاويل بتقول ان اللي بيتباحوه لو في حد بيتباح بجد في المدرسة الطبيعية بيبقى عليه حكم اعدام وبيجيبوه ويتباحوه في المسرحية ولكن لو هنبص سيبك من حتة الدبح لو هنبص مثلا لو فيه خروف بيتباح لو فيه حاجات بيشتروها كل يوم ده بيبقى مجهود مصاريف موضوع متعب نفسيا من اصعب المدرس هي المدرسة الطبيعية تخيل معي فعلا تقول يوم بتصرف كتير جدا عشان خاطر تطلع بس مسرحية طبعا خد بقى اي حاجة في المدرسة الطبيعية لازم تعملها بجد وساطها بقى في المدرسة الواقعية هو جاية من اسمها واقع يعني ما يبقاش برضو اللي هو واقع كل حاجة بتبقى بمنطق من خلاصة فطبعا لو فيه قتل هيبقى طبعا قتل تمثيل كده وكده لو فيه قروف بيتدبح مش هيبقى خروف طبعا هيبقى بس كده اكسسوار ماكت ويدبحوه لو فيه خضار لو خضار كتير يعني هيبقى برضو اكسسوار وهكذا فالمدرسة الواقعية بتبقى اه هي هو تمسيل تمسيل فعلا المدرسة الطبيعية مش شوية يعني اللي هو بيبقى حقيقي مش تمسيل فبس ده باختصار شديد قوي يعني ايه الفرقة ما بين المدرسة الطبيعية المدرسة الواقعية وان شاء الله الفترة اللي جاية هتكلم في المدارس اكتر لان هما مدارس كتير وباختصار طبعا شديد وبس كده اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لا اكبر عدد ممكن واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد السلام عليكم